ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله عين سبع بمدينة الضار البيضاء اترى عملية ولادة جنينها مؤكدا أن الضغطات النفسية التي عاشتها الراحلة بسبب قضية بعشرين أزمت نفسيتها وحياتها وسبق للحلاوي أن حاولت إلقاء نفسها بأحد شواطع مدينة الضار البيضاء حيث أفاد شهود عيان أنهداك أن عددا من النساء كنا متواجدات بعين المكان وتدخلنا في الوقت المناسب وأنقذنا الحلاوي من الغرق عندما أطارت انتباههن وقد خلفت هذه الوفاة حزنا عميقا في الجسم الصحفي فإنا لله وإنا إليه راجعون